نفهم ايه هو كل مؤشر على الحيدة الاول ونعرف ايه استخداماته وبعد كده ندخل على الجزء العمل ليه على الشيخ خاطر انا ما ينفعش ايجي اقولك واحد اتنين انت مفروض لما تلاقي اشاركم واحد لما تلاقي اشاركم اتنين خلاص ندخل كده البيع والشيخ وخلاص من خلاص نكون فاهمين هو ايه اصلا فايدة المؤشر ده او هو بيتصنف تحت انهي كاتجوري تحت انهي طيب احنا قبل ان احنا كنا ابتدينا نتكلم عن مقدمة هو الصوت كده تمام كل الناس تمعاني ممكن لو كل الناس تمعاني تدوس لكم واحد علشان اشوفه طيب تمام هو الفكرة ان احنا قبل ما هنبتدي في المحاضرة النهاردة قبل ما نبتدي في الجزء العملي ان احنا ندمك ما بين البربولكسور والمجدي هنتكلم على كل مؤشر على حدة بنشوف ايه هو المؤشر اصلا بنستخدمه في ايه ايه هو بيتصنف تحت انهي كاتجوري علشان ما ينفعش يقولك الاستراتيجية عندك واحد اثنين ثلاثة وخلاص على كده من غير ما نكون فاهمين ايه هي المؤشرات ده طيب احنا زي ما اكلمنا قلنا ان احنا الاستراتيجية بتاعة المحاضرة بتاعتنا النهاردة دمج البربولكسور مع المجدي طيب في الاول ايه هو البربولكسور باختصار هو مؤشر تقنيف بيتصنف تحت كاتجوري ما هو او تصنيف مؤشر اتجاه مؤشر اتجاه يعني بيمشي مع حركة السعر بيحدد لي اذا كان الاتجاه صعد او احنا قلنا عندنا ان الناس بشكل سريع الاتجاهات عندي السعر بيتحرق فيه اتجاهات يقيمة اتجاه صعد يقيمة اتجاه هابط يقيمة اتجاه عرض طيب اغلب مؤشرات الاتجاه بتيجي علشان توضح اتجاه صعد او هابط غالبا المؤشرات الحركة العودية مش بنستخدم فيها مؤشرات اتجاه لان هي بتكون عبارة عن مؤشرات الاتجاه بتبقى ايه في الحركة العودية ومتبقىش واضحة بيبقى فيه تذبذب ما بيتوضحش هل ده شرع هل ده بيع هل ده اتجاه صعد هل اتجاه هل اتجاه هبط يعني من النهاية احنا بنستخدم مؤشرات الاتجاه او هابط لقينا المؤشر ماشي في حركة مش مفهومة يبقى داد واضح جدا ان هو تجاه عرضي بنستخدم مؤشرات اللي تجاه علشان طبعا احنا قلنا في الاول لازم اهم حاجة واول حاجة عندنا ان احنا لازم نكون فاهمين السلوك الساوي لازم نكون عارفين ايه امتى اللي تجاه الساوي وامتى التجاه هابط ماشي بس احنا ممكن نستخدم نضيف احنا ده اللي احنا بنعمله بعد الوقت ان احنا بعد ما تكلمنا عن السلوك الساوي بشكل عام بنتكلم عن المؤشرات ان نقدر نستخدمها علشان تدعم الاتجاه اللي عندي يعني زي ما انا قلت عندي مثلا الصورة اللي تحت هنا لو خدنا بقى الصورة اللي تحت واضح ان هي تجاه هابط ليه لان السعر بيكون كمم اقل من الكمم السابقة وكيعين اقل من الكيعين السابقة بس احنا ممكن بنزود بقى مؤشرات الاتجاه زي مثلا عندي باربوليك سار الباربوليك سار النهاردة ده مؤشر اتجاه بيساعدني ان انا ااكد ان السعر دلوقتي هل في حركة صعيدة ام في حركة هابطة طيب الاربوليك سار لو خدنا بقى هنا هو عبارة عن نقط ده مؤشر هو عبارة عن نقط بتتكون مع حركة السعر سواء اعلى السعر او اسفل السعر طيب لو النقط دي اتكونت اعلى حركة السعرє يبقى الاتجاه التي عندي اتجاه هابطة لكن لو النقط ده ه RESP تكون cellular حركة السعرار بالضبط عليه ان هم耳 احترال هنا في حركة هناب واحد هدفت هبط لهPU مشي ات chantingصف healthcare يبقى الاتجاه التي عندي اتجاه هابط طيب لو النقط ده اتكونت تحت حركة السعر بzw ا Lynn هذا النقط ده اتكونت تحت حركة السعر حركة سعيدة الاتجاه التض affairs سواء حركة صحية صعيدة. طيب لو خدنا زي ما قلنا بالنقر لو خدنا بالنقر هنلاقي ان هو كان الاتجاه كل شوية النقط اللي فوق السقر يعني اللي بتدل على ان الاتجاه هوبط هنلاقيها اكتر من النقطة اللي تحت حركة السقر. ده دليل قوي على ان فعلا زي ما قلنا بالنسبة للسلوك السابي احنا عندنا هنا ان الاتجاه عندي تجاه هوبط. ليه? لان النقطة عندي ماشية اكتر فوق حركة الساعة. طيب. بالنسبة للناس اللي حضرت معنا الاسباق اللي فات واللي اتكلمنا فيها عن مؤشر كوه النسبية. اللي فاكر اللي هو مؤشر كوه النسبية او الار اسطائي قلنا ان اللي طوع المؤشر ده واللي لجأ ليه اصلا كان واحد اسمه ويلس ويلدر. ويلس ويلدر لجأ للمؤشر ال RSI علشان هو كان بيدخل ما بيقدرش يعرف هو لتجاه الحالي تجاه صعد ام هابط فكان بيلجأ لل RSI. مهم ال RSI ده مش موضعنا. اللي احنا بنتكلم فيه نوالسولدر برضو. اللي عمل ال RSI ماشي. جي بعد كده راح مطور المؤشر وعمله على شكل نقط على رسمة بيان. يعني آآ نقدر نقول ان البربولك صار آآ يعني مؤشر متقدم شوية عن ال RSI. آآ باللجأ ليه ليه علشان خاطر يساعدنا على تحديد الاتجاه العامل السعر بشكل سهل وبسيط. لان الواضح نقط اعلى حركة السعر يبقى اتجاه رابط نقط اسفل حركة السعر تجاه السعر. دي الموضوع بسيط جدا. بابولك صارب يعتمد على نظام تداول على اساس السعر والوقت. وبنستخدمهم الاتين مع بعض علشان خاطر يولد اشارات بيع وشارة. لو لقينا نظر اه لو كنا نظر على ويلدر هنلاقي ان هو هتكلم عن مؤشرات كتيرة جدا في آآ سنة ١٩٨٨ في آآ كتابه جمع فيه المؤشرات كتير زي المؤشرات النسبية والحركة الاتجاهية الـ ADX والباربولك صار. ومتوسط المادة الحقيقي اللي هو الـ ATR. دي كلها مؤشرات. بس انا النهاردة هنركز اكتر على الباربولك صار. طيب. آآ آخر حاجة هنا بالنسبة للباربولك صار طبعا احنا مش هنتعمق فيه بشكل كبير. احنا بس بناخد التعريف بتاعه من برا او ايه استخداماته او ايه شكله. علشان خاطر ندمجه مع المجدي فيما بعد. لكن احنا النهاردة بنتكلم باختصار عن المؤشر ده. طيب. آآ طبعا لو فيه حاب مش عايزني عايد له حاجة او مش فهم حاجة ان احنا نتعمق فيها اكتر. عايزي فهمها يا ريت طبعا يكتب لي السؤال بتاعه وانحنا نجاوب عليه. آآ آخر حاجة بقا بالنسبة للباربولك صار بالنسبة للاستخداماته. فدي زي ما قولنا قبل طول المحاضرة آآ انه بيعمل على دمج السعر مع الزمن والاستفادة من الدمج ده في توليد اشارات بيع وشارة. طيب شارة امتى لما بيتكون النقط اول نقطة اسفل حركة السعر. لو بصينا هنا عندي. هنا. اول نقطة تكونك تحت حركة السعر. دي مؤشر اللي احنا ده الاتجاه بعد كده. خلي بالك الاتجاه الصعر. دي بقى انت فرصة كويسة ان انت تدخل شارة. طيب. دي دي حاجة جميلة جيلة. لو بصينا هنا. آآ هنا برضو فين? هنا عندي مسلا اول نقطة تحت تحت السعر يبقى دي شارة قوية على الشارة. طيب. بيع امتى لما اول نقطة بتتكون اعلى حركة السعر. زي هنا مثلا اول نقطة تكونت اعلى حركة السعر يبقى ده مؤشر او اشارة كويسة للبيع. وكذلك هنا برضو. اول نقطة تكونت بعد اعلى حركة السعر. ممكن برضو فيه استخدام تاني لباربوليك سورت. وانه هو نقدر بقى لو احنا مش عايزين نستخدمه كمؤشر انه هو ندخل منه اشارات بيع وشارة ممكن نستخدمه علشان نعرف نطلع امتى من الصفقة. مثلا انا عندي اه 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 كنت دخلة مثلا في صفقة شباب. مشي بس انا ممكن اضيف باربوليك سورت او بيسر بيعيني علشان اعرف ان اطلع امتى. لو مثلا بعيدا عن ان انا حطت تورجيت او وافق سورة بس لو لقيت مثلا مثلا اه السعر اه اه اتكون اه النقطة تكونت مثلا وانا داخل الصباح ماشي وانا ولاقيت الباربوليك سورت النقطة دي كونت اه نقطة اعلى حركة السعر بعدا ضليل قوي ان زيل الوقت فكي هي هيبقى حركة سعرية. وبالتالي من الافضل ان انا اخرج من صفقة الشعب بتاعتك. يعني فيه ناس بيستخدمها علشان تخرج من الصفقات. مش الدخول بس يعني مؤشر الباربوليك سورر لا يجب أن نقول أنه مؤشر يساعدنا على تحديد نقاط الدخول لا هذا هو ممكن أن نستخدمه لكي نحدد مناطق الخروج وهذا ما سنرى مع بعض في المحاضرة التي نعرض قبل أن نقفل الصفحة البربروليكسوري يجب أن نعرض من كم نقطة لو قررنا أن نستخدم مؤشر البربروليكسوري أهم شيء هو أن يكون فيه اتجاه واضح لا ينفعش يبقى عندي اتجاه عرضي زي ما قلنا في أول المحاضرة لا ينفعش يبقى عندي اتجاه عرضي أو اتجاه غير واضح السعر يتحرك في حركة تزبزبية غير واضحة وأذا أقول لسأنا أستخدم البربروليكسوري علشان أولد إشارات بيع وشارعة لا أدأ أنت كده بتوضي نفسك في الخسارة لمفارج لازم علشان أستخدم البربروليكسوري لازم يبقى فيه اتجاه واضح عند اتجاه صوار عند اتجاه هابط وجدنا بقى ان فيه تزبزب والسعر عمالي شمعة فوق السعر شمعة تحت السعر شمعة فوق السعر يبقى كده لا يبقى كده واضح جدا لانه ما ينفعش أخط بالإشارات دي تمام لقاني الإشارات دي هتكون متلغبطة وغلط وهتبص هتلاقي كلما تدخل صفقة هتقفلها كلما تدخل يا ايما صفقة وتضع وقفة الخصائر وترجع تقول لها سببربوليكسوري دي مش كويس تمام في حاجة كمان لازم نخلي بينها المؤشر بربوليكسوري من الأفضل يعني أنا بالنسبة إلي أنا ما بحبش أستخدمه لوحده مش هي أنا ممكن أستخدمه كمؤشر مع مؤشرات تانية ندمجه الأحسن لمؤشر بربوليكسوري نحنا ندمجه ليه علشان خاطر نتأكد من الإشارات بتاعته يعني يفضل فيه طبعا ناس بتحب تستخدمه هو لوحده وممكن تعمل منه أرباح بس أنا عن نفسي ما بحبش أستخدمه لوحده أنا ما بحب أستخدمه بس أستخدمه كمؤشر مساعد مع المؤشرات نعمل دمج للمؤشرات تمام؟ في حد عنده سؤال لو استفسار في البربوليكسوري قبل ما نتنقل على المكدي طيب انتو كل الناس فاهماني سمعاني كويس ممكن ندوسها كم واحد تمام خلاص نكمل بالنسبة للمؤشر المجزي وده مؤشر المجزي ده بيعتبر من أكتر المؤشرات انتشارا وشيوعا في التداول يعني من الصعب نلاقي المتداول ما يعرفش إيه هو مؤشر المجزي ده ده يعني مستحيل يكاز يكون الأمر مستحيل عشان كده هنتكلم عنه باختصار جدا لأن بربوليكسوري ممكن يكون مش منتشر زي المجزي المجزي ده كل الناس عارفينه وكل الناس عارف شكله شكله زي ما احنا عندنا هنا ده الشكل المتقدم بتاعه هو طبعا هو بيتكون من ثلاث متوسطات متحركة بس هو جيل في الآخر عمله الشكل الحديث بتاعه انه احنا بندمج المؤشرات ده وبيتكون مؤشر المجزي ده مؤشر المجزي ده باختصار هو الـ MACD ده اختصار لكلمة Moving Average Conversion Diversion يعني تقارب وتباعد المتوسطات المتحدكة بتيجي هنا هو احنا قلنا عبارة عن ثلاث متوسطات في السريع والبسيء منه بس بنستخدمه كمؤشر للاتجاه ومؤشر زخم يعني هو مش زخم بس هو زخم والتجاه ممكن طبعا فيه ناس بتتداول من من سنين ومتعاش طبعا مؤشر المجزي ده فإحنا عشان كده النهارة برضو عشان كده بقوله انا هتكلم عنه باختصار طبعا الناس المبتدئة تبقى زي فرصة كويسة جدا ان هي تعرف هو مؤشر المجزي وان هي تعرف ان هو مؤشر هنلاقي طولة ما انت ماشي في التداول او تعرف يعني من الافضل طبعا ان انت لما سيجي تتداول ما تتدودش في حجرة مغلقة لا انت لازم تبقى على الطلاب اللي بيستل في استودي اول حاجة لازم تكون حاجة ان انت تكون عارف ناس بتتشارك معك لازم تتشارك مع ناس عشان خطر تتعلم من خدراته فاندرد الوزع هما تتشارك مع الناس بتتعلم من خدراته هتلاقي واحد مثلا بيكلم عن مؤشر المجزي فالمؤشر المجزي يعتبر من اكتر مؤشرات شيوعا فعلا تمام؟ فيه طبعا ناس ما تعرفش بس النسبة الاكتر من المتدولين عافين ايه هو مؤشر المجزي احنا قلنا ان هو اختصار لتقارب وتباعد ومتوسطات المتحركة ده مش مؤشر طبعا هو مؤشر طبعا زخم بس ممكن استخدمه كمؤشر اتجاه برضو لو بصينا على اله السور اللي قدامنا هنا نلاقي ان الخطوط اللي بتتكون اعلى ده دليل على ان الاتجاه ده اتجاه صاعد يعني ممكن استخدمه كمؤشر اتجاه في اللي احنا قلنا عليه لما الخطوط طبعا اعلى مشي ده دليل على الاتجاه الصاعد زي ما احنا شايفين هنا اول اما الخطوطроб الآي ب clarify ده دليل على اتجاه الصاعد او سيطرة الكوة الشرائية يعني هنا فيه يقول لك خلي بالك ده فيه قوة شرائية كتير في السوق بدليل ان الزخم ان الخطوط اللي بتاعكس الزخم دي كل شوية عمالة بتطول ده كده قوة الاتجاه العام طيب الخطوط الاسفل زي ما احنا شايفين هنا ده خطوط بتوضح الاتجاه الهوبل او سيطرة القوة البيعية في الوقت ده زي ما احنا شايفين قدامنا هنا ممكن مثلا عندي اتجاه صعيد بس لو بصينا هنلاقي ان فيه مجدية عمل خطوط الاسفل ده معناه ايه ان السعر دلوقتي فيه قوة بيعية فبيقول لك خلي بالك فممكن طبعا مش شرط يبقى اتجاه هابط لأ ده ممكن تبقى فترة بيقول لك خلي بالك ده في فترة دي او الوقت ده فيه بيعين في السوق في ليهم قوة بينا من مؤشر المجدية يعني زخم عندهم زخم يبقى اذن ممكن اللي هي اما تيجي طبعا علشان خاطر بتدعم الاتجاه او بيتيجي علشان يقول لك لو جات عكس الاتجاه يقول لك خلي بالك ده فيه ممكن يستعمل حركة تصحية في الوقت ده طيب اه فيه نسبة استخدام المجدية وفيه نسبة استخدام المجدية كمؤشر بس الواحده اه فيه اشارات شراء وبيع اشارات شراء اه من ناحيتين اول ناحية ان اول لما الخطوط الزيت بتدي تطلع لفوق يبقى كده زي اشارات كويسة جدا للشراء او لو احنا بصنا هنا هنلاقي ممكن فيه اشارة تانية يعني تقاطع الخطوط اللي تحت مع المتوسط المتحرك لأعلى يعني النقطة دي اولا لما المتوسط المتحرك يتقاطع مع هو ميشي هو دلوقتي مع حركة استار جيد نزل لتحت مع حركة استار اولا لما يبتزي يطلع تقاطع مع الخطوط اللي تحت دي تبقى دي اشارة كويسة جدا للشراء يعني ببساطة هو ممكن الاستخدام التاني ده اه ممكن يبقى اشارة مبكرة فتبقى احسن لبعض الناس فيه ناس تقول لك لا على رغم من ان التقاطع ده حصل بس انا ممكن استنى اولا لما الخطوط تطلع اعلى مشي وده بي ايه يبقى احسن ان انا ادخل شراء فيه ناس اولا لما يتتقاطع يبقى خلاص تبقى دي اشارة كويسة جدا للشراء العكس في حالة البيع لو الخطوط للأسفل ظهرت او تتقاطع المتوسط المتحرك مع الخطوط الأسفل زي هنا دي مثلا اشارة كويسة للبيع لو بصنا اهو بصوا او لما المتوسط المتحرك تتقاطع مع المتوسطين التانيين اللي هي الصوت كويس يا جماعة اه اوقات يكون متأخر اه فهمتك اوكي اه اوقات بيكون متأخر التقاطع ماشي بس ان احنا اه اه يعني اني الافضل ان هو في ان انت التقاطع ده يحصل ماشي وش يعني لازم اكيد بيحصل قبل اما السعر بيتحرك قبل اما الخطوط دي تتكون يعني مثلا انا هنا مثلا عندي المتوسط المتحرك تقاطع مع المتوسطين دول متوسطين دول عاملينهم على شكل الخطوط طيب المتوسط تقاطع مع المتوسطين لاسفل نحن هم نزيد ده الاشارة على البيع. طيب. لو بصينا على السعر. هل كان من الافضل ان احنا ندخل هنا. مسلا بيع او نخرج من صفقة الشراء اللي احنا فيها لان اتجاه العام اتجاه صعد. من هنا مشي ولا نستنى لما اول نقطة تتكون هنا. لو بصينا اصلا اول نقطة اول خط لما تكون من تحت. بصوا اصلا السعر ابتدى ياكس اتجاه. يعني الساعات طبعا اكيد اكيد اه في اوقات ما فيش حاجة اكيد في السوق. فطبيعي ان يبقى في اوقات التقاطع بتاع المتوسط المتحرك مع المتوسطين التانيين ممكن يبقى متأخر. بس في اخلب الاوقات دي بتبقى اشارة مبكرة فيبقى احسن. تمام? مسلا زي ما احنا شايفين مسلا هنا. تقاطع متوسط المتحرك مع المتوسطين التانيين اللي هم الخط. ماشي ابصوا الاعلى اهي. دي كانت اشارة كويسة للشرة. بصوا السعر. ماشي ابتدى يطلع. فدي كانت بتبقى اشارة مبكرة نوعا ما. فيه ناس تقولك لا ان ساعات الاشارات دي طبعا بتبقى اه برضو مش اكيد. فيقولك لا انا هستنى التأكيد واستنى السعر اللي هو المتوسطين وتحركين الخطوط تطلع لتحت او وتنزل لتحت او اللي هي تطلع لفوق لو فيه اتجاه اللي هو. اه الافضل تقاطع تحت خط الصفة وفوق ده على حسن. يعني مسلا انا عندي هنا المجزي مسلا لو في اتجاه صاعد. ماشي. فانا ام ده مسلا اقول انا هدخل شرة لو التقاطع اه تحت خط الصفة مع الخطوط اللي تحت يعني مع المجزي ماشي يبقى كده ده تقاطع. يدعم الشرة. طيب تقاطع امتى يدعم البيع? لا وزي ما احنا شايفين اهي بفوق خط يعني هنا المتوسط المتحرك تقاطع فوق حركة فوق المستويات الصفة فوق الخط الصفة. يبقى اذا هو في حالة الشرة يبقى من تحت الصفة ماشي لان ده دليل على ان خلاص الكورة البيعية خلاص بتمتدي تتلاشة وان المشتريين يبتدوا يزهووا في السوق او ان احنا في حالة الاتجاه الهابط امتى ادخل اه او في حالة البيع امتى ادخل البيع لو تقاطع المتوسط المتحرك مع المتوسطين التانيين مع الخطوط مية فوق خط الصفة. تمام? هل الاجابة كده قدرت توصل ولا ولا عادها تاني? تمام نقدر نقول زي ما استاذ اريش بتقول نقدر نقول ان او لما بينخفض مستويات الخطوط دي معناها نسخم المتدولين اه سوف يعكس او ان حتى لو معكس فالزخم قل فيبقى فرصة مش قوية قوي ان احنا لو مؤسلا مثلا احنا عندنا الازدخم لفوق الخطوط اتكونت فوق خط الصفة ماشي وعملها تتكون 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 ماشي وانا دخلت شبه تمام? لكن اللي ما دخلش شبه ما يفعش اول اما الخطوط دي تبتدي تضعف نسبيا اقول عصر تبقى فرصة كويسة ان انا ادخل شبه ده مع الخطوط فوق. لا اهوازيب يعني بيقولك ايه ان المشترين ابتدوا يضعفوا حتى لو الاتجاه فضل مستمامة في الاتجاه الصغير في المشترين ابتدوا يضعفوا وكذلك العكس اه البيعين برضو الخطوط تحت الصفة ماشي تمام اه كده بيع وكل حاجة اول ما تبتدي الخطوط تقل نسبيا يعني ان تصغر ماشي اه مستوى الخطوط دي يصغر مش معنى كده ان هو اه شبه على طول لأ بس ممكن تكون فترة تصحيح وبعد كده السعر هي ايه هيكمل في اتجاهه بس بشكل عام نقدر نقول ان اول ما بينخفض مستوى الخطوط دي معنى ان زخم المتدولين في الوقت ده سوى مشترين او بيعين بيضعفوا فبتبقى نسبة فيه نسبة انعكاسات طبعا تمام تي حد عنده سؤال تاني بالنسبة لمؤشر المجزين طيب تي حد بقى عنده سؤال او استفسار بالنسبة لي الجزء النظري بتاعنا اللي هو مؤشر البربوليك صور اللي اتكلمنا فيه مع مؤشر المجزين قبل ان نطبق بقى عملي طيب يعني كده تمام نبتزبع ايه نروح على الرسم البياني طيب احنا هنا في الاول طبعا للناس اللي متعرفش بتجيب ازاي البربوليك صور المجزين لو بصدينا في النافيكاتور هنا على الانديكاتور ماشي احنا قلنا ان البربوليك صور ده مؤشر اتجاه فهنفتح المؤشرات الاتجاه التويند ماشي هنلاقيه عندنا هنا البربوليك صور اليدادات بتاعته هنسيبها زي ما هي هنا وهنا زي ما هي طبعا اللون بنغيره انا هنا عامله ردة على الاحمر عشان خطر يبان والخطر الزيئد شوية ماشي اه هنا طبعا للناس اللي متعرفش دي اه انهي بيقولك اه انهي تايم فييم يعني انهي تور زمني نقدر اه نستخدمه في اه المؤشر ده انا عامناه في الاول يعني الاول تايم فييم خلاص انا عايزة يظهر على جميع الاطرارات الزمنية اه ممكن مثلا الناس مش عايزة يظهر على غير مثلا على دي على خمس دايقاء على مش عارف ايه خمس دايقاء خلاص هو في كده وفي كده لو انا عايزة اقول تايم فييم وايه انا عايزة للواتس هقول تايم فييم ونواتس يجدين اوكي ده البربوليك صال طيب المجدي عندنا بنجيبه من هنا معاشيات الزمن بحكين ندوس على المجدي اه في عندي هنا هنسيب الاعدادات زي ما هي 12.26 تسعة الالوان طبعا كل واحد يشوف اللون اللي هو عاوزه اه لو انت عايز تضيف مستويات تانية وطبعا اللي على التايم فييم اللي طالع عندي لو دوسنا وكيه هيبقى ده شكل البربوليك صال والمجدي عندنا دي اول خطوة ازاي بنظيف المؤشرات دي على الميتا تريدر تمام؟ طيب احنا بقى النهار ده نجمع البربوليك صال مع المجدي ونشوف هن ازاي هننضع نستخدمه احنا النهار ده ممكن نستخدم فريم احسن فريم هنستخدم او احسن اطار زمني نستخدم عليه المؤشر ده على نص ساعة انا اجابلكم مثال برضو على الصاعة للنس الممكن تفضل الصعوة لكن انا بصراحة انا بحب لما اجي استخدمه استخدمه على النص ساعة دهو اليومي بسيط وسريع وبيحصر اشارات منه واضحة طيب اه ببساطة مشي عندنا هنا اه انا جايبه اليور دولار اوكي على النص ساعة امتى قول ان فيه شراء وامتى قول الناحية امتى ندخل شراء وامتى ندخل بها لو بصينا الى مثال عملي قدامنا مش هلاقي ان ندخل شباق امتى لما اول نقطة تتكون تحت حركة السعب زي ما احنا قلنا ممكن الاعادة من بداية معلش من انهي جزء بالضبط تمام من بداية اللي احنا قلنا ازاي بنظيف المؤشرات اول حاجة مؤشر البورتوليك صار بنظيفه من مؤشرات التريند هلاقي عندنا هنا ومؤشرات المجدي هلاقي هنا من مؤشرات ازدخم نفس الاعدادات زي ما هي في سؤال هو مؤشر المجدي هو باين طب انا ممكن اغير اللون بتاعه عشان يبان لنا اكتر مش عارف حال كده باين لكم ولا تمام تمام خلاص كده باين ماشي اه وزي ما قلنا احنا الاعدادات بتاعت المؤشر المجدي وبتاعت البوربوليك صار زي ما هو بالضبط تمام مش هنغير فيه حاجة اه الاهم بعد الوقت ازاي نقدر نولد اشارات بيع وشرب اه لو انا عندي اشارة ماشي اول نقطة تكونك تحت حركة استعرف البوربوليك صار في نفس الوقت تقاطع المؤشر المجدي المتوسط المتحرك مع المتوسطين التانيين لأعلى تمام يعني الخطوط هي الاسفل وبعد كده اولا ما هي تاكس اتجاه ازاي ما احنا قلنا فيه مؤشر المجدي في الشرح العملي بتاعه ده اللي احنا هنعماله ان احنا اه علشان خاطر نلحق الاتجاه من اوله ماشي ما ندخلش متاخر يعني هي احلى حاجة في ازاي ما هنشوف مع بعض في الاستراتيجية دي ان هي بتساعدنا ان احنا ندخل في الصفقة من بدل شايفين من اول الاتجاه ماشي دي هتبقى شمعة الدخول شمعة دي انيل دي شمعة الدخول ليه بالضبط دي شمعة الدخول لان دي في الوقت دا ماشي كون خطوط تحت الحركة السعر والمؤشر المجدي او المتوسط المتحرك تكاطع مع الخطوط لان تمام ماشي احتبقى دي لو اخبصينا من الناحية التحليل الكلاسيكي هنلاقي ان هو هنا كان فيه نماذج شموع يابانية شمعة المطرقة وده بيدول كانت اشارة اقوى ان فعلا السعب هيبتزي اياك الارتجاه هو يتحرك لاعلى. تمام? لو بصينا مثلا هنلاقي ان السعب طبعا انا اكيد مش يعني خلينا نتكلم بشكل عملي اكيد مش هناخد كل ده. بس انا ممكن مثلا احط التورجيت عندي عند اقرب مقاومة واحط الستوبلوس عند اقرب دعم. تمام? لو بصينا عند اقرب مقاومة هنلاقي ان دي كانت مقاومة قوية جدا. انا بصينا هنا هنلاقي ان دي مقاومة قوية. تمام? فانا ممكن احطها هنا. بصوا السعب استفدت منه. عملت ساعة وتلاتين نقطة. تمام? يبقى ده ازاي نجد لك المؤشر البربوليك صار مع المجديم النسبة للشراء. تمام? انا طبعا نكمل نشوف البيع. البيع ازاي? ان احنا نكون بربوليك صار يكون نقطة اعلى حركة السعر. وفي نفس الوقت المؤشر يتحرك المجديم يتقاطع متوسط المتحرك يتقاطع مع الخطوط لاسفر. زي هنا لو بصينا هنا. ماشي? بصوا عندنا بربوليك صار يكون نقطة لا اعلى. اعلى حركة تستغي في نفس الوقت. لو بصينا هلاقي المجديم المتوسط المتحرك تقاطع مع المتوسطين التانين لاسفر. يعني انا مش فاهمة خطوط البراط فوق خط المجديم. انا مش فاهمة السؤال القوي. طيب. اه عدل المجديم اه معلش ممكن نخليها اه اه اخر المحاضرة. هنرجع فيها بسرعة ايه هو المجديم وازاي بنستخدمه. بس احنا هنا ممكن بشكل بسيط وسهل جدا هنبص هنلاقي بشكل عملي هلاقي ان هو المجديم لما بيتقاطع احنا هنا النهارده بنستخدم المجديم ان هو بيولد اشارات اه شبع وبيع مع البربولكسار. البربولكسار من ناحية البيع بيبقى النقطة بتتكون اعلى حركة السعر زي ما احنا شايفين اول نقطة فقال حركة السعر في نفس الوقت المتوسط المتحرك في المجديم يتقاطع مع المتوسطين التانين هم الخطوط عشان ما نتلغباتش مع الخط ليه اسفل اهو الكيرف ده ماشي ده كده اشارة قوية للبيع. العكس في الشبع هنا اه باربولكسار كون نقطة تحت السعر في نفس الوقت المتوسط المتحرك تقاطع مع الخط الاعلى عمل الكيرف التحت ده. دي كده اشارة قوية للشبع دي كده اشارة قوية للبيع. تمام. طيب بصنا هنا. انا ليه عملك جزء ده لو خدنا بالنا. اللي احنا كنا بنقول عليه يا جميع ما يفعش نستخدم. البربولكسار مع الاتجاه العرضي. لو بصينا هو بصوا هي ده انتجاه عرضي ما فيش اتجاه واضح. شايفين باربولكسار يعمل نقطتين تحت نقطتين فوق. تلات نورة تحت تلات نورة فوق. وحركة ما لهاش اي لازمة لو بصينا نلاقي ان هو لو دخلنا هتبقى اخصارة قوية جدا لنا. لو بصينا برضو في المجزيب برضو عشان نتأكد الاتجاه ده ان هو اتجاه عرضي. بصوا هنلاقي ان الزخم بيقل 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 يكاد يكون منعزما في المنطقة دي. ده منطقة مفيز زخم يعني انت حتى لو دخلت انت اصطفك ومش هتمشي. انت كده اه يعني 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 بتضيع وقتك ومجهودك وتوتر من غير اي لازمة. قطوط المجزيب مش باينة. طيب احنا ممكن اه نتخنها. عشان تباين. هل كده باينت? كده باينة عندكو كلكو. طيب. تمان. اه ماشي فهنا عندي تكاد تكون الفترة دي منعدمة في نفس الوقت. اه مفيز دخم فيها. في نفس الوقت البربوليكسار عمال طولة ينازل من غير اي لازمة. يبقى كده دي فترة انا مش هدخل فيها. كاستراتيجية دي انا مش هدخل في الفترة دي. تمام? لو بصينا هنا بقى. عندي الاتجاه هابط. ماشي? اه بربوليكسار. الاتجاه اللي عندي هو التجاه هابط. بربوليكسار. كون نقطة فوق حركة السعر. اهي. اول نقطة فوق حركة السعر. نيجي عند اول نقطة. طيب. شايفين في نفس الوقت ده? المجدي المتوسط المتحرك تقاطى مع المجدي لأسفل. اهو. عمل الكيرف اللي ما عندي تحته. يبقى ده اشارة كوية جدا للبيع. طيب ايه اللي حصل لو انا دخلت بيع? عشان تكون الصورة واضحة. هحط الستو بلوس هنا مثلا. ماشي. والتارجيت احطه هنا. ليه? انا حطيت الستو بلوس والتارجيت هنا. الستو بلوس فوق حركة السعر الاخيرة. اهي. دي اعلى السعر عندي. فوقها مثلا ببتاع خمسة عشرة نقط. علشان خاطر اخلي السعر يتحرك. انا هنا مثلا حوالي بتلات اصبع نقط. ليه? علشان خاطر زي ما قلنا وبنقول في المحاضرات اللي فاتت على طول. يعني لازم ما ينفعش حوالي سعبة وقفة الخسارة عند السعر بالضبط. لازم ادي للسعر فرصة انه يتنفس. ما ينفعش احطه عند مستوى المقاومة واقول في حالة البيع واقول ايه ده 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 بالسعر. طبعا انت مش متديله فرصة. ممكن يعمل آآ آآ يعني ممكن يعمل آآ بتفتاعة كده وبسيط وينزل تاني. طيب هنا آآ زي ما احنا شايفين مش عاملينه ليه هنا عشان خاطر يخلي السعر نتأكد مئة في المئة للسعر هيوصل لحوالك السعر او مش طبعا مئة في المئة من لسه بالنسبة تمانين في المئة للسعر هيوصل للتراجد بتاعي. ماشي فبصينا هنا لو دخلنا من الشمعة دي هنلاقي ان احنا نكسبنا تلاتة وستين نقطة وعلى الفرين من نص ساعة دي حاجة مش قليلا ادخل. تمام? طيب فيه هنا. لو بصينا. طيب انا ليه مش عاملة عند الهنا هقول ان هي مش اشارة كويسة ان انا هادخل شارة. ليه هنا قلت ان هي يعني على الرغم ان شو تتحققت يعني كون السعر كون نقطة تحت حركة السعر في نفس الوقت مؤشر المك دي تقاطة آآ متوسط المتحرك تقاطة مع الخطوط الاعلى. على رغم من كده انا ما افضلش ان انا ادخل الصفقة دي الشرعة. ممكن حد تاني يدخلها الشرعة وتكسب. بس انا كماني ما افضلش ان انا ادخلها الشرعة. بسبب بسيط جدا. انا عندي الاتجار هابط. هل طبيعي ومنطقي ان انا ادخل شرعة? لا طبعا الاتجار هابط ما افضلش غير للبيع. وده اهمية ان احنا يا جماعة مش جايين نقول استراتيجية واحدة انت احنا عايزين نفهم ايه الموضوع بالزبط. لازم يكون عندنا اساس لسلوك سامي. لازم يكون عندنا اساس هو الاتجاه العام عندي اتجاه هابط ولا صراعي. فده بالنسبة لي ده من نوعي ان انا على رغم النماز على الصفقة كويسة جدا وصلت للتارجوت اللي انا كنت عايزة مثلا انا 40 و 50 نوضة بس انا ما افضلش ان انا ادخل الصفقة دي ببساطة لان الاتجاه عندي اتجاه هابط. تمام? طيب في اه نكمل. شايفين هنا ليه انا دخلت هنا بها? اولا شغوط الاستراتيجية تحققت من ناحية اه ان بوربولكسور عمل نقطة اعلى الحواكة السعب. في نفس الوقت اه? المتوسط المتحرك. تقاطع مع المك دي لاسفل. عمل الكيرف الاسفل. يبقى دي نقطة الدخول عندي. تمام? قبلها شمعة اه دوجي. يبقى ده وضح جدا ان السعب هينعكس. فتبقى فرصة وكويسة للبيع. طيب. ما دخلتش هنا وزي ما قلنا علشان خاطر اتجاه هابط ما ينفعش ادخل الشراء. اه هو الاستراتيجية الاحسن ليها طبعا على اه اه فريم التلاتين دقيقة. بس زي ما انا قلتلكم انا جايبها لكم سلماتا على الساعة انك لو عايز بقى تجربها ممكن تجربها انت الواحدة. بس اه يعني على ديمو الاول. تجربها وشوف هل هي تنفع مع اه اه اطرابات زمنية كثيرة تانية ولا لا. بس هو انا من نوعي انا بحيبش استخدمها على نص ساعة. تمام? فدي يعني ده حاجة بسيطة جدا يعني. طيب. اه نكمل في عندنا هنا. ما فيش اشارات عنز كوية. غير هنا وطبعا هنا زي ما قلنا اتجاه عنز اتجاه هابط. طيب. ما فيش بعض الاشارات لو خدنا بالنا. فيش حاجة واضحة. في طبعا عن دي. دي فرصة كانت كويسة. اهي. لو بصينا. هنلاقي ان السعر اه نخلينا هنا عشان تبقى بينا. هنيجي عند اول نقطة من البربوليكسار اللي تكونت. هنلاقي ان في نفس الوقت البربوليكسار كون فيه نقطة اعلى حركة السعر. عندي اه مك دي. عمل تقاطع لاسفل. اهو. ماشي فدي فرصة كوية جدا ان احنا ندخل بيع. طيب التارجت هحطه فين. طارجت اه الستو بلوس هحطه اعلى الحركة الاخيرة بكم نقطة. ماشي. والطارجت ممكن نحطه عند المستوى ده اللي هو مستوى اه مقاومة على اه هيبقى دعم. تمام? اه تبقى دي فرصة ان احنا ندخل من هنا. لهنا حوالي تلاتين نقطة بالزبط. تلاتين نقطة. وفي نفس الوقت ايه الستو بلوس تمندوشة النقطة. يعني انا ما هتعددش اضافة رأس المال اه اتنين لواحد تقريبا. تمام? صفكوا سريع جدا تلاتين نقطة. ممكن نجيبها يعني خلال ايه قبل ما اليوم يخلص يكون عندي. وبدون يعني ان احنا نشغل نفسنا ونتعي من نفسنا. الاستاتيزية سهلة جدا وبسيطة. اه بس ممكن محتاجة تدريب مننا. تمام? زي ما احنا نشايفين من هنا. اهي. اه في الوقت السعر اهو عندي اولا السعر عمل شمعة مطاقة ده النموذج نعيكاس جميل جدا. ماشي باربوليكسار هنمسح بس عشان يبان. الباربوليكسار كون نقطة اسفل حركة السعر. في نفس الوقت ده المك دي. تقاطع مع السعر الاسفل. اه لا اعلى معلش. اه يبقى دي فرصة كويسة جدا للشراء. هاجي احط التورجيت الستوب لوس تحت حركة السعر هنا. دي يعني حلوة. كم نقطة دول فرق مسلا بتاع اه تلات نقاط ماشي. والتورجيت عندي احطه عند اقرب دعم اقرب مقاومة اللي احنا لسه جايبينها هنا. ماشي فالسعر مسلا طلع كم من دي نقطة الدخول طلع حوالي شمعة الدخول. تمام? طلع حوالي سبعة وخمسين نقطة في الوقت اللي احنا جايبين في عشرين نقطة بس آآ خسرة. تمام? طيب. سمعيني كده ولا الصوت راح? ممكن لو سمعيني ندوه صوتة كم واحد. كله عنده صوت. تمام? نكمل. طيب. في بعضو زي ما احنا شايفين في هنا اهو. دي بعضو اشارة قوية للبيع. خلاص احنا كده فهمنا. يعني انا عايزة اقول هل احنا كده في حد عنده سؤال في النقطة دي او مش فاهم ايه الشروط الدخول عندنا او شروط الخلوط. انا دايما بعتمد في الاستراتيجيات. بتاعتي انا ما بحبش اقول الاستراتيجيات مش عافة ثلاثين نقطة والتارجيت مش عافة ستسين نقطة. وكلام ده لأ انا بحب دايما اخليها مفتوحة قدامي. اه لان احنا مش بنقول استراتيجيات واحدين ثلاثة. اه سمعيني كده يا جماعة والاستطرح. سمعيني كده? طيب. استاذ مصطفى ممكن يكون عندك انت مشكلة? طيب. مهم لو موقع نكمل. اه بس في الفكرة ان احنا مش بنقول واحدين ثلاثة. اه لا احنا بنحاول بكاظر الامكان. يبقى ندخل السلوك السري دايما في محاضراتنا مع المؤشرات. اه 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 الاتراجيت والسطوف بلوس بنحطه مع المجدعوم والمقاومات. ماشي اه لكن آه شهود الدخول زي ما قلنا اه بربوليك سورد في حالة البيع اه 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 اول نقطة بتتكون اعلى. ماشي حركة السابع مع تقاطع المجدي لاسفل. تمام? طيب دي كمان فرصة كويسة جدا للبيع لو بصينا عند اول نقطة غالبا مش هتكون دي شامعة الدخول هي هتكون دي هي متأخرة شوية بس احسن من ان انا اتأكد مشي هيكون الستوبلوس مثلا عندي تاع 35 نقطة والتراجت عندي 36 نقطة لان انا هحطه شايفين هنا ده الدعم ده المقاومة دي هتتبقى دعم فانا هحط التراجت هنا يعني برضو كمان هنا مشي فهتكون ده التراجت حوالي 30 نقطة و 30 نقطة طيب ده كان اليور دولار طيب دولار ين عشان في ناس تسألني على مسال على الدولار ين اهو الدولار ين اهو لو بصينا برضو هنلاقي حاجة عندي لسه هي ظهرة مشي على رغم مسلا ان عندي الاشارة دي كانت اشارة كوائسة جدا للشبا بس انا ما دخلت الشبا دي ما دخلت الشبا طيب الاستروليني جاي بس ممكن اخد مسال الاول على الدولار الدولار ين و بعد كده نتنيل على الاستروليني اه ماشي صح كده الاستاذ مهدي صح انا ما دخلتش هنا صفكة شبا لان الاتجاه اصلا عندي اتجاه هوبط وهو ده اللي حصل فعلا يعني ده مثال حي ماشي اه على الاستراتيجية مثال حي على ان انا ما يفعش ادخل عكس الاتجاه لان ده البصه اولا ما عمل نقطتين واحيسته نازل تاني التحت الدهب ممكن نجيب عليه مثال بس انا ما افضلش اتداول على الدهب بالاستراتيجية دي بس ممكن نجرب لو احنا حابين نجرب مع بعض تمام لو في وقت ان شاء الله نجرب على الدهب اه يبقى زي ما احنا قلنا اه ان عندي اللي اتجاه هوبط فما كانتش فرصة كويسة ان انا ادخل الشبا طيب هنا اه واضح كده ان اتجاه عرضي وشايفين لو احنا بصينا على المجدي هنلاقي ان الضخم يكاد يكون منعدما زي الفترة اللي فاتت يعني هو بيقولك ما ينفعش ان انت تدخل خالص من ناحية البرابوليكس او عمل يديلك في اشارات شراء وبيع ملعاش اي لازمة ماشي ومن ناحية الاتجاه عرضي واحنا بندعم الاتجاه يعني مندخل مع الاتجاه وده لتحية ان المجدي مش موضح لك اي زخم يعني من الاخر لو دخلت صفقة مفيش ولا قرار شرائية ولا قرار بقية في السوق يعني الصفقة بتاعتك هتفضل مفتوح لوقت طويل وده يعني مش كويس اصلا لان ده هيمنعك ان انت تفكر في صفقات تانية ويخليك متوتب بدي اخد قرارات غلط وممكن تدخل في صفقة تانية قرارات فدي كانت فرصة مش فرصة حيروة ان احنا هدخل خالص ولا شراء ولا بيع طيب امتى تبقى فرصة كويسة للبيع لو بصينا هنا مشي عندي دي كانت فرصة كويسة ليه انا جيت هنا المجدي ماشي مع باربولك سور كون نقطة اعلى والمجدي تقاطع الاسفل ماشي وكون شمعة يعني ممكن نقول ان الشمعة دي نوعا ما شمعة نعكسية الشوتنج ستور بسيج اسمها دي شوية بس دي فرصة كويسة للبيع طيب نحط التارجت فين زي ما قلنا عند اقرب مقاومة او دعم يعني ممكن نقول السعب ده اقل السعب ممكن نقول لالتارجت هنا بتاع حوالي 42 نقطة والوقف الخسارة واضح جدا ان احنا نحطه على اخر حركة السعر اهو كم نقطة حوالي 20 نقطة يعني 3 الواحد كمان تمام نكمل هنا برضو دي كانت فرصة كويسة ليه البيع تمام اه دي ليه البيع السعب بس مش دي فرصة كوية جدا لان الاتجاه نوعا ما تجاه في الحتة زي تجاه صعد زي ما احنا شايفين ده تجاه صعد فما بنفكرش غير في فرص الشبع بس على بغم انه ممكن حال دي يجي يقول لنا ممكن ندخل هنا بس اقول لك نسب ان انت تخسر مش يعني نسب ان الصفقة تعكس عليك كبيرة فلا مش كويسة ان انا ندخل الصفقة ده زي دي طب انا صفقة حلوة الصفقة دي جميلة جدا ليه بقى المجدي تقاطع لأعلى وبربولك صار كو النقط يعني فرصة بيقول لك وكمان قريبة مع خط الاتجاه اهو زي ما احنا شايفين فتبقى فرصة كويسة جدا ان احنا ندخل في الصفقة دي يعني من الاخر وحركة السابعة اصبر ان احنا نعلم في التجارة الصفقة واللغة دي يعني لو بصينا عليه نسبة المكسب بتاعيتها قوية يعني كبيرة طبعا مفيش حاجة اسمعها كبيرة يعني ان هي اكسب مية في المية بس نسبة الربح بتاعتي بتتعدى 60 في الم وده بتتعدى 60 في المية بقى انا مقتنع من الاستراتيجية دي لو بصينا برضو هنا دي بقى بصوا جماعة شامعة بيم بار جميلة جدا اا باربوليك سار ااا اتكون تحت حركة السعر ومؤشر المجدي اعلى حركة اا مؤشر المجدي تقاطع لأعلى وطبعا للي عايز يقدر يعني يدخل اكتر في موضوع الشمواري اليابانية او ما عندوش خلفية كبيرة على الشمواري اليابانية اا احنا ان شاء الله هنعمل محاضرة عن الشمواري اليابانية نكلم فيها بتفصيل وازاي هنطبع عملي عليها على الشر تمام بس احنا الوقت نكلم باختصار يعني اا مثلا عندنا هنا برضو دي فرصة معدر شغل فرصة قوية لان عندي الاتجاه هنا اتجاه صعد زي ما احنا شايفين اتجاه صعد اهو بس اا هنا اهو اا نزل ماشي هو ابتدى في اتجاه او بس انا قبل ما يبتدي في الاتجاه ده ما كنتش عرفة ان هو في الاتجاه ده فعلا ان هو يكون اتجاه هو بتجيدي تمام ده كده كان مثال على الدولابين زي ما قلنا دي حركة ملهاش اي لازمة الشوبي كرستاب يعمل اعلى واسفل في نفس الوقت ايه الماكذي زخم منعبما اللي كان بيسؤالي على مثال على الاسترليني ماشي فالاسترليني اهو انا اجيبا لكم على الفريم الساعة ماشي ونجيب كمان على الفريم النصر ساعة الفريم الساعة ممكن بس خلي بالك ان الفريم الساعة تبقى الاشارات بتاعتها مش كتير قوي يعني زي ما احنا شايفين اخر اشارة كل دي اشارات هنا ممكن اشارة بس هنا متأخرة يعني في الوقت اعمل نقط اعلى حركة الساعة عايزين نشوف بقى التقاطر بتاع الماكذية عشان ندخل بها فشايفين هنا كانت فرصة متأخرة اولا عشان كنا بنقول ان الفريم الساعة ما بيعملش فرص كتير بيعمل فرص قليلة تبقىش حلوة يعني كانت اول فرصة عندنا كانت يوم اتنين اتنين يعني بتاع عشرة يوم كانش فيه فرص على الساعة تمام على عكس النصر الساعة هنشوف هدراسي مع بعض الساعة هنا كان ابتدت بصوا نقطة على حركة الساعة في الوقت المجزي تقاطع مع تقاطع الاسفل يبقى زي شوية قوية جدا للبيع وفعلا ابتدأ اتجاه هبط ماشي لو كنا دخلنا من هنا كانت هتبقى فرصة تغنينا عن الف فرصة الف فرصة يقاف في الساعة ممكن تكون فرصته مش كثيرة ماشي لكن في نفس الوقت يعني ممكن يخلينا نلجأ الـ من الأول ممكن ندخل شرعة لما يكون في إشارات شرعة مثل الشموع لأن هكاسية ولامس خط تريند قاضي طبعا إشارة قوية جدا لو نتكلم بقى لو نريد نلجأ للسلوك السعري قاضي إشارة قوية أن ندخل شرعة نستخدم السلوك السعري السعري بتقدم الخط الاتجاه كون شموع نماذج ناكاسية يبقى فرصة كويسة جدا للشرعة تمام طيب نستمرين ندخل نصف ساعة لكي ستعمل إشارات أكتر بص هنا يجب اتجاه سعيد واضح ان اتجاه عندي اتجاه سعيد هتبقى فرصة كويسة للشرعة ليست عمل من تحت حركة في نفس الوقت المجزي تقاطع لأعلى تمام مش عفة انتو هي باينة عندكم ولا لا هو يعني ببساطة المجزي مش عفة انه بيتكون من 3 متوسطات متحركة هم جمعوا متوسطين في متوسطين متحركين في على شكل خطوط. المتوسط الثالث عندنا هو لسه موجود عندي. تمام? ممكن نخليه بالأسود عشان يباني. او باين اهو. ماشي ده عندي اهو خط. ده مؤشر المجد. والخطوط عندي ده متوسط المتحبك وده الخطوط اللي عندي. تمام? انا عندي هنا لما اغير سمك الخط. تمام? هغير سمك الخط. بس لحد ما تقولوني ان هو كل حاجة باني. تمام? هنخلي ده تقيل وهنخلي ده تقيل. بينا كده كويس. تمام? ببساطة قلنا المجد لما المتوسط المتحبك بيتقاطع مع خطوط المجد لأعلى عمل يعني خطوط المجد أصلا لأسفل. هي خطوط المجد موجودة لأسفل. أسفل خط الصفل. واول لما يجي المتوسط المتحبك هي تقاطع مع الخطوط الأسفل دي. هي تقاطع معها كده ويعمل كيرفل الاعلى. يبقى زي شرك وقاسة جدا للشرك. في حالة ان البربولك صار تكون نقطة أسفل حركة الساعة. العكس. لو مثلا زي ما احنا شايفين هنا اهو. عندي خطوط المجد كونت اعلى خط الصفل. هي خطوط المجد دلوقتي اعلى خط الصفل. تمام؟ والمتوسط المتحبك تقاطع مع خطوط المجد دي وعمل كيرفل الأسفل. يبقى زي شركة قوية للبيع. لو في حالة الفلس بارفولك صار كون نقطة العام. أعلى حركة الساعة. تمام كده؟ الاستراتيجية زي ما احنا قلنا بنستخدمها على 30 دقيقة. تمام؟ خلاص تمام موصل. الاستراتيجية احنا قلنا تعتمد على نص ساعة. مقدورش اقول انها سكالبينج قوي. لا هي ممكن تكون على خلال اليوم. لكن ليس سكالبينج. الان سكالبينج بيهتم اكتب الخمس دقيقة والديقة والخمس عشر دقيقة. النص ساعة بتدخل تحت اطار التدول اليومي. تمام؟ يعني هي ممكن تستخدم سكالبينج وممكن تستخدم تداول اليومي تمام؟ بس مثلا هي صفقة هتقعد اليوم يومين بكتر جدا وبتخلص ما بتقعدش كتير. الاهم تقاطع على المجزي وبعد كده بارفولك صار. وغالبا بيبقى المجزي والبارفولك صار غالبا بيبقى فوق واحد. او ممكن المجزي بتبقى منتأخذ السن على البارفولك صار. يعني البارفولك صار ممكن يتكون اكثر. اه اسرع. في حالات تانية بارفولك صار بيتكون ابطع من المجزي. بس هو عمثا انتظر الاشارتين مع بعض تحصل ما بينهم حاجة بسيطة جدا يعني بتحصل في نفس الوقت. وخلاص يبقى كده عندي اشارات شبابها. تمام؟ الخطوط السودة المك دي والاحمر هم الموفينج. المك دي. اه الخطوط السودة دي المك دي والاحمر هي الموفينج. صحي هم التالتة يعني الخطوط دي عبارة عن دمج متوسطين المتحركين بس هي بقى ظهرت في شكل خطوط. وده المتوسط المتحرك التالت بتاعهم. ماشي فالخطوط دي خطوط دي خطوط المك دي لما بقولها الخطوط دي قصد يبيع خطوط المك دي. وده متوسط المتحرك اللي لونه احمر. تمام؟ او او انا كل واحد باية اعملها زي ما هو عايز. اه يعني سلميلي عليه السلام لو ما يمتين ويعني بناي خليك. اه محاضر اه محاضر للادي اكس ان شاء الله. انا بقى نعمل محاضر للادي اكس. طيب اه فيه حاجة. دي كده الاستروليني دولار لو بصينا عشان نكمل بقى. اه دي زي ما احنا قلنا. ليه ما دخلتش هنا شو ولا بيع? لان البربوليكسور طالع ينازل فيه حركة عرضية مش فيه حركة اتجاهية واضحة. احنا هنستخدمه غير في حركة اتجاهية واضحة. ماشي? اه فدي كانت فترة اللي هو مش كويسة ان انا اندخل فيها. طيب. هنا برضو كانت فرصة كويسة ان احنا ندخل بيع. ليه اهو شايفين البربوليكسور تقاطع المك دي. المك دي تقاطع عشان بس نبان للناس. فاول المك دي تقاطع الاول مع متوسط المتحرك يعني المك دي تقاطع الاول هنا وبعد كده بربوليكسور بان. اول ما بربوليكسور بان دي بازير فرصة كويسة جدا للبيع ودخلنا بيع واستعملنا تمام? اللي كان بيسألني اه يعني على التقاطع ده بيحصل امسا وندخل معنا. طيب. بالنسبة ليشارة الخروج. هنفطلت مثلا ان انا دخلت هنا بيع. اه فيه واحد مش عايز يحط تارجت محدد. مع انا انا قلت مسلا الافضل ان احنا بنحط الاستوبلوس اه لو فحلت البيع مسلا الاستوبلوس على اخر حركة يعني هنحط الاستوبلوس هنا مسلا والتارجت عند اقرب دعم او مقاومة. هنا. طيب لو بصينا مسلا استعب فعلا ووصل لها فيه حد ممكن يقولي لا انا محبش اه اشياء انا احط مثلا تارجت كبير مية مقطة واولا ما السعر يعكس يعني بربوليك صار يعكس حركته ويبقى تحت السعر يعني كده اشارة شراء يبقى دي فصة قائصة ان انا اخذ. او ممكن مثلا واحد حاطت خلاص تارجت عندي مثلا حاطت تارجت هنا. ماشي? اولا ما يلاقي دي اتكونت يعني النقط عكسة اتجاهها وتكونت تحت سعر يخير. بس عم اتعار ما فضل الطريقة الاولينية بنحطها عند اقرب مقاومة في حالة الشراء. ده التارجت واقرب دعم في حالة البيع ده يعني في حالة اللي هو الاتجاه الهابط والبيع. تمام? لو لقينا ان السعر بربوليك صار عكس اه وتكون عكس الاتجاه. ماشي اللي احنا داخلين فيه يبقى زي فصة برضو كويسة ان احنا ندخل نخرج من الصفقة ونجتفل اولا وحتى مخرجناش نحابك وقف الخصوانة بنوطة الدخول علشان نبقى في سلايب سايت. تمام? نعمل محاضرة دمج البروليك صار والر اس او والاد اكس. طيب ان شاء الله انا هكتبها ونعملها ان شاء الله في اعلم الوقت. ماشي? طيب. اه اه. اه. اي دولار فرانكة مثلا ماحدش ليه الي انا عايز اشوف الدولار فرانكة اهو دي كانت اشارة عندنا للشباة بس زي ما احنا قلنا حركة عرضية وبعد كده يعني عملت الانتجاه هوبط فما يفضلش انها كنت ادخل دي حتى لو دخلتها فكنت ممكن اخذ منها مثلا متاع 15 نقطة واطلع على طول اسكالبينج يعني ماشي ممكن السعب يبتزي يعمل اتجاه جزيلا فتبقى دي فورسة كويسة ان انا ادخل من بداية الانتجاه وهكذا هنا طبعا هنا فرصة كويسة للبيع وفرصة كويسة للشعاء محاضرة للشمار يابنيا ان شاء الله خلال الاسبوعين الجايين هيبقى فيه محاضرة للشمار يابنيا ان شاء الله طبعا اللي كان بيسألني على نجرب الدهف نجربه مع بعض بس نقابل ندخل المجزيه عشان نشوفه تمام ده شكل عملي في بوناتشي طيب ان شاء الله نبقى نزبطها نعمل محاضرة عن الفي بوناتشي بس في الفترة اللي جاية ان شاء الله طبعا بوقت تمام عندي الاتجاه صعد دلوقتي ما فيش اشعرات مثلا شبه وخالص للتهب اول اشارة للشبه كانت هنا لو بصينا اهي بس هنا ليه المجزيه تقاطع ليه الاعلى ماشي ده بالعكس بس البربوليك صارت اخر شوية المجزيه تقاطع الاول البربوليك صارت اخر شوية لحد ده ما كون خط اعلى السف وكانت ده فرصة كويسة جدا نحن ندخل شبه من الشامعة دي بالضبط هندخل من الشامعة دي كسبنا فيها فرق حلوه ماشي والتبلس هحطه تحت اخر حركة للسعب اه دي حركة عربية عشان كده انا eunech هدخل فيها دي تمام دي كانت في فرصة كويسة جدا للشراء لو بصينا هنا ان المجدي تقاطع مع حركة السعر الاعلى ما يصور ماعلش المجدي تقاطع مع مطاوسط متحرك لاعلى في نفس الوقت البربوليك صار كاول نقطة تحت حركة ستاري تبقى زيه فلسة كويسة جدا للشبه الدستوبلوس احطه هنا التارجيت مسلا ممكن احطه هنا عند اقرب مقاومة او اقرب دعم بس هو اكسب كل ده تمام هو بصوا انا غالبا ماشي كل يوم بعتمد على حاجات اساسية لازم بشكل اساسي التحليل السلوك السعوي ده اهم حاجة عندي الشموع اليابانية خطوط الاتجاه الحركة كل ده مهم جدا في نفس الوقت مثلا ممكن استخدم الارس اي ده مقش جميل جدا فيه ساعة بستخدم المجديم على البربوليك صار ده في التريد بيبقى سكالبينج حلو وبنكسب منه على طول المتوسطات المتحركة مهمة جدا ده بتحدد برضو حركة السعوي بشكل عائم لو انا بتتكلم على السلوك السعوي والبريس اكشن وكده بحب دايما ندمج معاي الموفينج افرد لانه هو بس بيأكد لاشارات يعني فبيبقى حلو محضرة ان شاء الله مسجلة وهتنزل ان شاء الله في قراءة بعض طيب تمام في حد عنده اسئلة واستفسار اي اللي كان بيستعني على المجديه هل انت كده فهمته ولا قاعده تاني طيب في احد عنده اسئلة واستفسارات بشكل عائم عن المحاضرة النهاردة طيب مرة اخيرة اه بشكل سريع على المكدي احنا قلنا ان المكدي عبارة عن اه تلات متوسطات متحركة المكدي هو اختصار اه موفينج افرج دايفرجانس اه كونفرجانس دايفرجانس يعني دقاوب وتباعد متوسطات المتحركة دا مؤشر زخم وممكن استخدمه كمؤشر اتجاه برضو. اه لو بصينا هنا هلاقي ان الخطوط دي اه لما بتبقى اعلى اعلى مستوية الصف دي بتاكس اتجاه الصعود يعني بيقولك خلي بالك فيه مشترين في الفترة دي ماشي اه او ان الكرة الشرائية بشكل عام مسيطرة على الاتجاه. ماشي لما بتبقى الخطوط لاسفل اسفل خط الصف زي ما احنا شايفين هنا دا بيدل على ان الكرة البيعية في الوقت دا عندنا هي المسيطرة بشكل اكبر. اه يا اما لو في حالة الاتجاه الصعود ماشي زي هنا لو زي مثلا هنا وزي عندنا خطوط المجديل اسفل دا مش بيقولك ان خلاص السعر هيكون هيتحرك في التجاه هو بدي دي دي. لا دا معناه ان فيه حركة تصحية دلوقتي زي الخطين اللي تحت دور. ماشي دا معناه ان فيه حركة تصحية دلوقتي يعني فيه بيعين في السوق بشكل اكبر تخلي بالك لو انت داخل الشبا اخرج من صفقتك دلوقتي واستنى الزخم يطلع تاني الفوق وتبتدي تدخل فيه الاتجاه العين. بنوالد اشارات شبا وبيع اما فيه ناس بتستنى تكون اول خط فوق حركة السعر فوق اللي مستوى الصف وبتدخل الشبا ماشي او اول خط فيه اه تحت حركة تحت مستوى الصف وبتدخل بيع او فيه حركة حاجة تانية زي اللي احنا استخدمناها النهاردة بقى ان لما خط المتوسط المتحرك بيتقاطع مع خطوط المجدي لاسفل يعني بيبقى خطوط المجدي اعلى مستوى الصف وييجي المتوسط المتحرك يتقاطع مع خطوط الاعلى المستوى دي لاسفل بيعمل كيرف الاسفل يبقى دي اشارة قوية للبيع. بنشي وتبقى اشارة كمان مبكرة. هنا عندي لو خطوط المجدي يتكونت تحت حركة تحت مستوى الصف ويجي المتوسط المتحرك تقاطع مع خطوط دي الاعلى عمل كيرف الاعلى زي 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 تبقى دي فوصة كويسة للشغر. ده ببساطة مؤشر المجدي. اه تمام في حد عنده اسئلة تانية واستفسار. تمام في حد عنده اسئلة تانية بقى بشكل عام. قبل ما ننهي محاضرتنا النهاردة. في حد عايز امثلة تانية نعملها مع بعض. برضو زي ما قلت احنا النهاردة تدربنا على اليورو دولار على الاستروليني على الدولار والدولار والدهب. بس احنا ممكن واحد مسلا يحب يستخدم اليورو دولار بس. واحد يحب يستخدم الاستروليني دولار. بس طبعا لازم نطبق بشكل عملي على الشرط قدامنا قبل ما نعمل. يعني بساطة نعمل باكتست او نعمل اا 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 يعني بنرجع بالزمن لورا نرجع كده زي ما احنا بنتعود اهو كده 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 مش عشان نشوف السعر بيعمل الزوك ده اا 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 بمدى تطبقوا مع إشارات توليد الشبا والبيع اللي عندي تمام ممكن حد مثلا دايما جي في الآخر عايزين الدهب يعني كل ده ممكن نطبقه بقى بشكل عملي بس احنا لازم قبل أما ندخل ونطبقه على حسابنا الحقيقي لازم نتضرب أول على الاستراتيجية دي على الزوج اللي احنا عايزينه على الفريم اللي احنا عايزينه نشي على بشكل على الديمو الأول وبعد كده لو طلع نسبة النجاح بتاعة الشروط الاستراتيجية ودخولها أكثر من 60% ممكن نستخدمها على الحساب الحقيقي صح على كل الأزواج طبعا صح على كل الأزواج وكل واحد برضو على حسب اللي هو يحب بس أنا كأمائني بحب دايما نستخدمها على اليور دولار والدولاريين والتبليين دول أكتر تلت أزواج بحب واليور دولار كمان بالأخص أكتر زوج نقدر نقول أنه هو نسبة نجاح الاستراتيجية دي حوالي 80% ونشيقولك 60% صح أنا نفسي بحب استخدم اليور دولار بس طبعا ما يمنعش لو حد عايز يستخدم زوج تاني بس يريد تعمله بكتستعليل أول ان شاء الله طيب نعمل في الفترة الجاية استراتيجية بلاي التداول في الاتجاه العرضي بس تمام؟ العفو أتمنى أن أكونها في التوكل النهاردة في حد تانية عنده أسئلة واستفسارات قبل ما بنهي المحاضرة تمام؟ كده احنا وصلنا لنهاية محاضرتنا النهاردة اتكلمنا فيها عن مؤشر باربول اختصار مؤشر المجديب اختصار وزي قدمنا ندمج المؤشرين مع بعض عشان نولد الشباب بيع والشباب منها في النهاية بشكركم على حص استماعكم وأتمنى أشوفكم في المحاضرات تانية كتير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة